توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 433 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 116 طن وضبط 25.5 طن دقيق أبيض في مجال حجب السلع الاستراتيجية وضبط 33.5 طن دقيق مدعم سكر تمويني في مجال السلاء على السلع المدعومة كما دم ضبط أيضا ما يقرب من 39 طن في مجال عدم الإعلان على الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي بالإضافة إلى ضبط 521 قضية من بينها 74 قضية خبز ناقص الوزن و 98 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وأما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت ما يقرب من 119 طن أقماح محلية اشتركوا في القناة